وزير الخارجية التركية هاجانفا فيدان بمقابلة مع الحدث أن انتقال قيادات حركة حماس إلى تركيا غير وارد حاليا فيدان أضاف أن حركة حماس ستتحول إلى حركة سياسية بعد قيام الدولة الفلسطينية كما دعا وزير الخارجية التركية حركة حماس إلى اتخاذ ما وصفه بالموقف الحاسم تجاه حل الدولتين في الوقت الحاضر أمر انتقال حركة حماس غير وارد ولم نناقشه ونحن على اتصال مباشر مع الزملاء القطريين والهدف الأول الآن هو وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة وجود هنية في الأراضي التركية أمر طبيعي وناقش مع القيادة التركية مستجدات الهدنة ووقف النار ولم يتم مناقشة أمر انتقال حماس إلى تركيا شكرا